اشتركوا في القناة الآن قدامكم طبعا باللغة العربية زي ما تعرفين اللقطات هذه اللي راح تشوفونها راح تكون مسجلة من جهاز البلاي ستيشن 5 نجي الآن لحداث اللعبة تدور حداث اللعبة في الثمانينات القرن الماضي وتحديدا خلال فترة الحرب الباردة في طول القصة راح نشوف عودة شخصيات محبوبة للغاية ومن ضمنها ووتز اللي يأتي إلى لعبة وارزون كمظهر بالإضافة لأبطال الجزاء بلاكوبس السابقة ميسون وهوتسون ورح تحتوي اللعبة أيضا على النمط جماعي ورح يتم الكشف عنه بشكل كامل في التاسع من سبتمبر طبعا إذا ما حصلت على أي شي حول طوره اللي هو الزومبي لكنه موجود ورح يكون حول التجارب اللي تم عملها على البشر خلال فترة الحرب الباردة لعبة كورف ديوتي بلاكوبس كولد وور رح تصدر في 13 نوفمبر من السنة هذه والآن تقدرون تسويلها العمل طلب مسبق لها على كل من البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس وون والحاسب الشخصي أو البي سي عبر متجر البتل نت للأسف اللعبة تدعم اللغة العربية وفقا للغات المدعومة بصفحة متجر على الحاسب الشخصي حتى الآن على وتعالى ذلك حجم اللعبة هو 100 جيجا بايت على الإكس بوكس وون وغالبا ما رح يكون قريب على البلاي ستيشن 4 طبعا اللغة العربية الحد الآن على البي سي ما هي واضحة موجودة أو لا لكن حاليا غير موجودة لكنها على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 والإكس بوكس موجودة نكمل الآن أول شيء الآن في لعبة Call of Duty Black Ops Cold War رح تدعم اللعب المشترك بين الأجهزة بالإضافة إلى دعم ميزة نقل البيانات بين مختلف الأجهزة أيضا أول مرة في تاريخ السلسلة تقدر الآن تسوي شخصيك حسب طابعك الشخصي بطور القصة أيضا الآن الدخول مبكر للبيت المفتوحة رح يكون على البلاي ستيشن 4 أول شيء بدين على الأجهزة الثانية سواء الإكس بوكس أو على البي سي هذه بعض المعلومات عن كود Black Ops Cold War أيضا معلومات بسيطة آخر شيء اللي هو رح سعر اللعبة رح يكون على الجيل الجاي 70 دولار أحداث اللعبة زي ما قلت قبل شوي رح تكون في الثمانينات وعودت أيضا طور الزومبي وتكمل مباشرة للعبة Black Ops 1 وخيارت أكثر نهايات متعددة للعبة هذا بشكل مختصر اللي صار يعني والمقاطع الجاي إن شاء الله رح يكون في تسريبات أكثر أتمنى تتابعوني تحت على التك توك رح أطلقين في الوصف ليش بالتك توك؟ لأني بصراحة ما قدر أنزل في تويتر أو على إنستجرام يعني ممكن الحقوق ما الحقوق ففي التك توك أخذ راحتي بشكل كامل مرة يعني أسوي يعني اللي أبي بدون حقوق ما بدون حقوق وسترايك وتقفي الحسابات ومن الكلام هذا فالتك توك صراحة يعني فيه دعم كبير عليه فممكن بعضكم يقول برنامج سيء فعلا يعني أنا كنت زيكم لكن معلن مو هذا كلامنا أتمنى تتابعوني تحت على التك توك اللي عنده حساب في التك توك ورح تشوفون تسريبات ومقاطع وقيمبليات هناك موجودة على الحساب ولا أقدر أنزلها صراحة لا على تويتر ولا ممكن على الإستجرام لكن الإستجرام غالبا ساحب عليها لكن على تويتر صراحة أنتم معارفون القوانين الجديدة هذه حقوق وما حقوق ممكن حسابك يتقفل في أي لحظة لكن غالبا المقاطع رح تشوفونها إن شاء الله بإذن الله على التك توك إذا أعجبكم مقطع أتمنى أن تضغطوا على رزال اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات في أمان الله